الفنانة والراقصة هدى شمس الدين راقصة من أصل أرموني ولدت في 27 يناير عام 1925 التحقت بالبدرسة الأرمونية وساعد بعد تخرجها إلى الاشتراك بفرقة بديع مصابني ثم فرقة فؤاد الجزائلي الذي قدمها للسينما لأول مرة عام 1945 بدور سنوي في فيلم من إخراجه وهو الحظ السعيد مع الفنان الكبير الراحل حسين صدقي ونجاة علي من بين الراقصات التي اتجهنا إلى التمثيل لكنها لم تنى للشهرة التي حققتها غيرها من الراقصات فقدمت 27 عملا سينمائيا لم يترك أي منها بصمة لها اشتركت هدى شمس الدين بالرأس والتمثيل في عدة أفلام منها عدو المجتمع عام 1947 مع الفنانة الكبيرة الراحلة عائلة راتب والفنان الراحل محمود الميليجي ثم فيلم الأب في نفس العام مع الفنان الكبير الراحل زاكي رستم والفنان الراحلة علوية جميل كان من أبرز الأفلام التي حصلت فيها على مساحة كبيرة وعرفها الجمهور من خلاله هو فيلم حلال عليك عام 1952 مع الفنان الكبير نجم الكوميديا الراحل اسماعيل ياسين والياس مؤدب وسوريا حلمي في نفس العام حصلت هدى شمس الدين لأول مرة على البطولة المطلقة مع المطرب محمد أمين والذي تزوجته بعد ذلك في فيلم عشر بلدي وقامت فيه بدور الرقصة المشهورة باسمها الحقيقي بعدها عادت هدى شمس الدين إلى الأدوار السنوية وكان آخر أفلامها عام 1965 مع الفنان الراحل أحمد رمزي والفنان محمد عوض حكاية طلاء الراكسة هدى شمس الدين وزوها المطرب محمد أمين رغم إسعادهم الجمهور وظهورهم على الشاشة بشكل تبدو فيها حياتهم مرفعة وسعيدة إلا أن حياة الفنانين الشخصية والعائلية قد تكون مليئة بالمشكلات المستعصية ففي واقعة غريبة وجد البولوس الحربي نفسه ذات يوم بقضية ليست من اختصاصه مطالب بحله استوجهت إليه الممثلة الشهيرة هدى شمس الدين زوجة المطرب محمد أمين التي اشتركت معه في أفلام كثيرة من بينها فيلم عشر بلدي الذي عرض بالتزامن مع صورة يوليو إلى البوليس الحربي تطلب مساعدته في تطلقها حيث وجدت فيه المنكز الوحيد فإذا بأحدهم يسألها ما علاقتنا نحن كبوليس حربي بطلائج فقالت ببساطة محمد أمين جوزي هو صاحب الكازينو الذي أرقص وأغني فيه والبوليس الحربي هو الكل في الكل وهو اللي بيحكم البلد حسبما ذكرت مجلة صباح الخير في عددها الصادر عام 1989 وحينما سؤلت عن سبب رغبتها في الطلاق أجابت وعينها طفيت دموع من فرط البكاء جوزي بيدربني وبيسئ إلي وبياخد كل فلوسي فضحك وقال لها لكن يا ست هدى إحنا مش مأزون شرعي بل بوليس حربي فردت عليه غير مقتصرة بما قاله بسبب تسلط زوجها وقصوته أنا عارفة ولكن زوجي له اتصالات مع ناس كبيرة وسوف يرفض تطليقي وسوف يؤذيني أكثر وأكثر إذا لجأت للمحكمة العادية تعطف معها البوليس الحربي وأرسل إلى زوجها لاستجبابه فيما حدثه قائلين له الست هدى بتقول في حقك كذا وكذا وطلب الطلاق فأكد محمد أمين ما قالته زوجته في حقه معقبا أنا حر لكن البوليس الحربي وقف في صف الزوجة ما فيش حاجة اسمها أنا حر انت قدامك ساعة واحدة تروح تجيب ورقة الطلاق وتجي حالا ونفذ الرجل ما أمرته به المحكمة وطلقها وحصلت الفنانة هدى شمس الدين على حريتها من البوليس الحربي رغم عدم اختصاصه بهذا الشأن في وقاعة غريبة من نوعها ورحلت عن عالمنا الفنانة والراكسة هدى شمس النيل في واحد يناير عام 2002 عن عمر ناهز السبعة وسبعين عام